أنتو عارفين أنو اللزانيا اللي مفكرينها مودرن وجديدة قديمة كتير من 1544 مش فوقت صرت تتغير يا لزانيا أمشي خلنغير اللزانيا شوي لازم اللزانيا تغير ولو شرايت والله شرايتش اللزانيا التقليدية ما لنغنى عنها أكيد بس لازم نجرب شوية حشوات جديدة وسوسات جديدة يعني مثلا خلنقول بدل البشاميل نبدلنا نحط كريمة الطبخ أو مثلا حشوة البشاميل دعوما تكون فيها لحم نغيرها ونحط مثلا ديجوج حلو يلا نجرب وهيك مكوناتنا هي بصل دجاج مفروم فطر كريمة الطبخ وجبنة الموتاريلا وشرايح اللزانيا رح نبدأ نخط شوية زيت في المقلاية حننزل عليهم البصل كتير حبيت يا صفاء إنو المكونات مرة قليلة بسيطة جدا وسريعة حدثون وحلو إن ربط المنزل تدور الأشياء اللي موجودة في المنزل اللي عندك في الثلاجة تقدرين تستخدمينها وإن موش مكلفة واه وإنتي عارفة يا صفاء إني أنا حداي من قضيب عنصر مفيد عشان كده جبت لك براكلي البركلي مفيد ومع كريمة الطبخ بيطلع مرة طعملتين واحية كتير حلوة واللون الأخضر كتير حيلبق مع الكريمة هحط الكريمة في قاع البايركس عشان ما تلزق اللزانيا في البايركس ما تحسين إن الكريمة بتكون سايلة على اللزانيا؟ عشان هيك أنا رح أضيف جبنة الموتاريلا هتمسك لي اللزانيا على بعض وهيك اللزانيا صارت جاهزة للتقديم وصحتين وعافية